بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى التي يشوفها في الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس التي يدعموها في القناة من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا يا ربي يلقاكم هذا الفيديو يلقاكم بالخير والرباح وسلامة الوقت تنشكر الناس القدام وجداد اللي عندي في القناة تنشكر على الدعم ديالهم وتنشكر المتابعين القدام وجداد والزوار جداد تنتمنى لهم حد سعيد في القناة وتنتمنى لهم ياخدوا وصفات اللي تيبغيوا وأنهم يحطوا أي موضوع غادي نناقشوه وغادي نحطوه إن شاء الله اليوم إن شاء الله غادي نتطرق الوصفة خاصة طلبوها لبنات على حسب تعسير الزواج الناس اللي عندهم تعسير الزواج حطوا لنا بزافت على قاس وشحالة دي ما خدمت وصفات ديال تعسير الزواج ولكن أحبابي في الله تعسير البنات والولاد تيكون عندهم تعسير هو تعسير الزواج لأنه تعسير إما تيكون عين ولسيكون حسد ولسيكون مس ولكن أولا بعد على طريق المستقيم تيكون إنسان ما تيصليش ومتيدكورش لله وما تيقراش للقرآن إلا كنتي بعيدة على الله الأمور ديالك تتقدر تكون تتعسر إلا حبابي في الله البنات اللي تلبوا الدعاء غادي نحط واحد دعاء إن شاء الله لكم غادي تقراه يوميا إن شاء الله على حسب التعسير اللي عندكم ديال الزواج بحول الله وقواته تقراه بالصيغة اللي بغيته وربي غاي كلكم عوين أول حاجة هي وصفة قديمة كانوا النساء ديالقدامات كانوا تديروها وربي غادي يجيب تيصير لأن هذا الوصفة دروها بزفت الناس ومجحت معهم بإذن الله الواحد القهار ربي سبحانه وتعالى يكون لكم عوين ومعين ربي لابد أنه غادي حط الفرج ولابد ربي غادي دير تاول ديالخير الزواج والزواج لابد غاي جيك نصيبك سلع عندك حال موحدة تعطرات أو تعطلات في الجواج ولكن كانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى كان الفرج أحبابي في الله غادي ناخدوا واحد الكسرون حديد غادي ناخدوها وغادي ناخدوا واحد تنقولوا احنا تتيمو ما أو المسن ديال الصلاة اللي تتيمو به الناس على حسب الصلاة كان بعض الأشخاص اللي متيقدروش يمشوا آآ يتوضاو تيتمو بهاد بهاد تيمو ما هاد تيمو ما غا ندوز على الجسد ديالي كاملة ندوز على الجسد ديالي وهنا تنقر الفاتحة تندوز على الجسد ديالي كامل كامل وهنا تنقر الفاتحة الكتاب وغادي ان شاء الله نحطها هنا غادي نحطها هنا آآ لي غادي تبات ليلة كاملة ندوز على الجسد ديالي كامل وغادي نقرأ الفاتحة العدد اللي بغيتي العدد اللي بغيتي تتكمل الجسد ديالك وغادي تقولي اللهم افتح لي تعسير الزواج وغادي تحطها هنا هتقربي الإناء إلى الفم ديالك هتقربي الإناء إلى الفم ديالك وغادي تقرأي صورة الملك مرة وحيدة صورة الملك مرة وحيدة وغادي تطلعها سطح البيت من مور العشاء غادي تدري هاد الوصفة ان شاء الله هتقرأيها ولكن تكوني على وضوء وعلى الصلاة علشان نقوله على وضوء وعلى الصلاة لأن القرآن عنده ملائكة الرحمن كل كل آية عندها ملك ديالها اللي تحرسها لأنك خلصت تكون نظيفة وتكون على طهارة بعد الناس تكون مستحق لهم ولو تكون فيها العادة تقرأ من البرتابل هذه حاجة وضحوا بها العلماء تقرأ من البرتابل المزهج المصحف الكريم ولكن أنت هاد الماء غادي إن شاء الله غادي تعمي به خلصت تكون على طهارة إن شاء الله غادي نرفع هاد الماء إلى ملمرة العشاء نقرأ عليه هاد شي اللي قلت لكم وغادي إن شاء الله نطلعوا إلى سطح البيت ونخليه مقابل مع السماء السماء لأن السماء فيها الرحمة دي الله وغادي نحن ناخدو تكتاقة الإيجابية من السماء ونخليه صباح هاد الصيغة تغنرها آآ ليلة الجمعة ليلة الجمعة قال البنات اللي عندهم تعسير يديروها ليلة الجمعة عما تعم بها مع الفجر مع الفجر تحيدها قبل من طلوع الشمش قبل ما يطلع الشمش تطلعها في الليل تقرع عليها من مورا العشاء وتحيدها آآ تحيدها إن شاء الله مع الفجر آآ تاخدي ماء دافئ أو ماء ساخن وضيفيه إلى الماء تاخدي واحد البانيو واخد تاخدي واحد الإناء كبير وغادي تعومي بلا صابون بلا شامبان بلا تشي حاجة غادي آآ تاخدي الماء تخويه على رأسك من الفوق حتى الزحت وغادي نشف ضيفي إليه ماء ساخن وخدي لحسيات ديالك من البرد لأنه الوقت بارد ندخل الإناء إلى آآ الإناء الكبير أو الطيش ندخله إلى الغرفة ديالي ونحاول أنني نحاول أن نكون آآ يكون معايا شي شخص معين اللي آآ غادي يخوي علي هذي الماء يحاول يعطيني آآ اللي بس ديالي آآ اللي بس ديالي اللبسو باش ميدربنيش البرد وننشف شعري آآ بشي شوار ولا شي حاجة باش ميدربنيش البرد ونحاول أنني آآ نتوكل إلى كنتعاملة نتوكل إلى العمل وغادي تشوفي الفرج سبحان الله العظيم يكون عندك واحد الفرج مقبل إن شاء الله إذن حبابي في الله آآ حبابي في الله هذه الوصفارة من ناس آآ القدام كانوا تديرها وتنصحوا بها ترقات لأنها بعد الأحيان صورة الملك تنصحوا بها الرقات باش ديرها وهذه ممدية الصلاة آآ تهي تتكون مباركة لأنها تستي مهم تحطها كآآ تتحيد التعسير أما الناس اللي بغاوا الدعاء آآ لابد آآ ربي غايفرج ولابد ربي غادي سخر الأمور أما الأخت فاطمة تطلب لها الدعاء تنطلب لها الدعاء من هذا الممر آآ آآ من هاد آآ القناة إن شاء الله غادي يكون عندها إن شاء الله فرج قريب إن شاء الله لها العون ولها إن شاء الله غايا عونها الله وغادي سخر لها ما بالسموات بالأرض هي طلباتنا وحنا ما غاديش ندخلوش آآ ما غاديش نبخلو عليها بالدعاء ياربي كلها عون مع قراناتها مع البنات اللي تلبوا الدعاء قاعد البنت اللي تصمتت لها الدعاء أو آآ دخلها تشوف بغيت وكانت ممزوجات شربي سهر عليها مصعب ويربي حل لها قاعد العقد إن شاء الله آآ ربي كلكم معون ومعين الوليدات والبنات آآ أما الناس اللي مرات تنطلب لهم إن شاء الله الدعاء تهما اللهم شافيهم وعافيهم أنت الشافي وأنت العافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقمة آآ الناس اللي بغوا النجاح لابد غادي نحط وصفة دي النجاح حطولي بزاف تعليقات على وصفات النجاح لابد غادي نحط وصفة للنجاح آآ النجاح ربي يسخر لكم ويعونكم ويكمل لكم برجاكم يا ربي آآ لابد أن الله غادي يصوب من حال إلى حال ولكن الصبر جميل لابد خاصنا الصبر في هذه الحياة لابد غادي انصبروا في هذه الحياة إلى وصفة أخرى إن شاء الله حاولوا الدعم للقناة وحاولوا تفعلوا الجرس وحاولوا أنكم تخليوا تعليقوا زوين بحالكم لتناخد منه الطاقة الإيجابية ولكم الشكر على آآ الدعم ديالكم وإلى وصفة أخرى إن شاء الله